موسيقى وفي مستهل اللقاء رحب معالي الوزير بمعالي رئيس مجلس النواب الأردني والوفد المرافق مشيدا بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين بفضل دعم ورعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة وأخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة حافظهم الله ورعاهما مضيفا أن هذه العلاقات الراسخة تستند إلى واقع تاريخي أصيل قائم على وحدة الصف والمصير المشترك وثمن معالي وزير الداخلية حكمة جلالة الملك المفدة ورؤيته الثاقبة ودورها في تجاوز الأزمات وحماية المصالح الوطنية العليا لمملكة البحرين الأمر الذي كان له بالغ الأثر في تعزيز الأمن والاستقرار ونشر النماء والازدهار وشيدا بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظ الله لفريق البحرين الوطني لمكافحة جائحة كورونا والتي أسهمت في تطويق الجائحة والحد من مخاطرها وأعرب معالي وزير الداخلية عن تقديره لمسيرة التعاون والتنسيق الأمني التي تجمع مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وتسهم في تعزيز العمل الأمني المشترك وترسيخ الاستقرار بما يضمن حماية المكتسبات الوطنية وتعزيز الأمن الإقليمي من جهته أكد معالي رئيس مجلس النواب بالمملكة الأردنية الهاشمية أن أمن البحرين من أمن الأردن منوها إلى دعم المجلس ومساندته لمملكة البحرين وقد تم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات والقضايا من بينها مشروع العقوبات البديلة التي تنفذه البحرين وتبنيها أو تتبناها برامج مراكز الإصلاح والسجون المفتوحة كمشروع وطني وحضاري وإنساني يستهدف تطوير منظومة العدالة الجنائية ومواصلة جهود تعزيز حقوق الإنسان كما تم التطرق إلى عدد من المسائل التي تسهم في تعزيز التعاون والتنسيق وتطوير آليات العمل المشترك ومواجهة التحديات الأمنية على الساحتين الإقليمية والدولية ترجمة نانسي قنقر